بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كيم 233 الوحدة الأولى هي تفاعلات الأكسدة والاختزال أهداف هذه الوحدة هي تعريف الأكسدة وتعريف الاختزال أيضا تعريف العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة الهدف الثالث هو أن تكون قادرا على التعرف على عمليتي الأكسدة والاختزال في المعادلات الكيميائية بمعنى إذا أعطيت معادلة كيميائية يجب أن تكون قادرا على تحديد مكان حدوث الأكسدة ومكان حدوث الاختزال الهدف الآخير في هذه الوحدة أن تكون قادرا على التعرف على العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة بمعنى أيضا إذا وجدت معادلة كيميائية يجب أن تكون قادرا على تحديد العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة تعريف الأكسدة هي فقدان العنصر إلكترون واحد أو أكثر لكن هنا السؤال كيف أعرف أن الإلكترون قد تم فقدانه من المعادلة الكيميائية إذا وجدت أن الإلكترونات مكتوبة مع النوادج كما هو الحال في هذه المعادلة إذن الإلكترونات قد تم فقدانه بينما إذا وجدت أن الإلكترونات مكتوبة مع المتفاعلات فهذا يعني أن الإلكترونات قد تم اكتسابه إذن الأكسدة هي فقدان العنصر إلكترون واحد أو أكثر أو هي الزيادة في رقم الأكسدة وسوف نتعرض بالتفصيل لأرقام الأكسدة في المحاضرات اللاحقة أما الإختزال فهو عكس الأكسدة وهو اكتساب العنصر إلكترون واحد أو أكثر أو هو النقصان في رقم الأكسدة ما هو العامل المؤكسد وما هو العامل المختزل؟ العامل المؤكسد هو المادة التي تكتسب الإلكترونات وتحدث لها عملية إختزال بينما العامل المختزل هو المادة التي تفقد الإلكترونات وتحدث لها عملية أكسدة وسوف نتعرض بالتفصيل لهذه التعريفات عبر أمثلة مختلفة المثال الأول هو تفاعل فلز الخارسين مع آيونات الهايدروجين تفاعل الأكسدة هو تفاعل فلز الزينك ليعطي آيونات الزينك هذا التفاعل يصنف كتفاعل أكسدة لماذا؟ لأننا وجدنا أن الإلكترونات مكتوبة مع النواتج إذن تم فقدان الإلكترونات إذن هذا التفاعل هو تفاعل أكسدة بينما تفاعل الاختزال هو تفاعل آيونات الهايدروجين لتعطي غاز الهايدروجين لماذا يصنف هذا التفاعل على أنه تفاعل اختزال؟ لأننا وجدنا أن الإلكترونات مكتوبة مع المتفاعلات إذن تم اكتساب الإلكترونات وبالتالي هذا التفاعل هو تفاعل اختزال الآن عليك أن تحدد أين هو العامل المؤكسد وأين هو العامل المختزل دائما العوامل المؤكسدة والمختزلة تكون هي مواد موجودة في المتفاعلات وليس في النواتج هذه هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية في تحديد العوامل المؤكسدة والمختزلة عليك أن تحدد المادة التي فقدت إلكترونات المادة التي فقدت إلكترونات هي فليزة الزينك إذن هذه المادة هي عبارة عن عامل مختزل بينما أيونات الهايدروجين هي التي اكتسبت الإلكترونات وبالتالي تعتبر عامل مؤكسد بهذا ينتهي هذا الدرس وسوف نواصل في شرح الوحدة الأولى في الدروس اللاحقة ترجمة نانسي قنقر